أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبر كلمة تخرج من نفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدهك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصار ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قلنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذيبا وإذا اعتزلتموهم وما يعمدون إلا الله فأوئل الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت طقلتهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم إيقارا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعهم الوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلهم منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم فيه بلتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعظرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لعب فيها إن يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتقذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامن كلبهم قل ربي يعلم بعددهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ضايرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب كنت هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سينة وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما نبثوا له غير السماوات والأرض أبصر به وأسقع ما لهم من دوني من ولي ولا يشعب في حكمه أحدا واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فلطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صراتقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشرب الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمنا أولئك لهم جنات عدد تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثياما خضرا من سندس ويستبرق منتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفاقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخ وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أبنها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحامله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحب وهو يحامله وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من لطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشعك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زدقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع لهم طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خامية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشعك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان ممتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب له مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تضره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبدون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتم هناك ما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ترجمة نانسي قنقر